دبي الدولي تعرضت طائرة قادمة من الهند لحادث احتراق كشفت حكومة دبي عن جنسيات ركاب الطائرة المحترقة شملت 226 مواطن هندي 24 بريطاني 11 اماراتي 6 امريكان و6 مواطنين سعوديين و5 اتراك وتبين ايضا من القائم موجود مواطن مصري من بين المسافرين على متن الرحلة القادمة من دبي من الهند الى دبي الكاتب الصحفي رضا هلال مدير مكتب جريدة الاخبار في دبي اهلا بحضرتك استاذ رضا الوضع ايه دلوقتي في مطار دبي الحركة الطيران عادت طبيعية وبدأت ساعة 6 ونص بتوقيت دبي 4 ونص بتوقيت القاهرة بشكل طبيعي وتم اعادة جدولة الزحلات اذا رجعنا للحادث نفسه فحادث احتراق محرك الايفر لطائرة البوينغ 3 سبعات اللي هي الرحلة الى اي كي 521 القادمة من الهند وعلى متنها 282 راكب دايما حضرتك قلت الحرق ازدائي يا ساعة رضا اه انا قلت الارقام كلها اللي حضرتك بتقول حادث احتراق فيه محرك الطائرة ايه اللي حصل ايه سبب الحريقة دي وايه بالزبط الدامج او الخسارة اللي حصلت في جسم الطائرة وهل الطائرة كانت موجودة على ارض مطار دبي بالفعل ولا كانت الرابط توسط يعني بالزبط ملابسات الحادث كانت ايه تحديدا يعني وحسب ما ظهرت الصور الملتقطة اللي هي الكاميرات التلفزيونية اللي بتتطور طبعا في المطار الحادث وقع 12.45 ظهرا وكانت الصيارة على المدرس رقم 12 في المابنى رقم 3 في مطار دبي اه اه الحادث وقع قبل ان تقش الطائرة اه بيعني بثواني معدودة وهي يعني اه اعتقد عشرات الامطار بينها وبين الموقف بتاعها بالطبع اه بدأت النيران بشكل بسيط في المحرك الايصر وهي على الارض تنشي اه اه وهي مشي علي شان توقف خلاص ولكن نتج عن الانقاذ السريع للركاب فيه اصابة ل13 شهر منهم اتنين من الامارات فيه اصابات في الركاب حضرتك بتقول لي فيه اصابات فيه اصابات في الركاب حضرتك بتقول نعم 13 اصابة اصابات طفيفة ولا اصابات بالغة لا لا اصابات طفيفة من دراء سرعة انقاذ واقلاق الركاب من الضائر ايو اه لكن الحمد لله ما فيش اي حالات وفيات بعض الاصابات الطفيفة بس الوفاء الوحيدة اللي حصلت لاطفائه واما بمن سرق الدفاع المدني او قوات المطافي زي ما بنا معروفين فيه شبه مجاسم توفى اثناء اطفاء الحني اه يعني مواطن اسباني من قوات الدفاع المدني العاملين في مطار دبي توفى من جراء محاولته لاطفاء هذا الحريق الحريق ده ممكن وصفه انه حريق كبير في مطور الطائرة ولا حريق محدود في مطور الطائرة هو في البحار الك الايسر وطبعا اتى على حوالي يعني عملية تقديرية حوالي 70 الى 80% من الطائرة بعد انقاذها لاني بعد انقاذ الركاب شبه الحريق يعني في مقدمة الطائرة ووقت على كثير من محتوياتها وخصوصا الجزء الاعلى في الطائرة طيب اشكرك شكرا جزيلا من دبي الاستاذ رضا هلال مدير مكتب الاخبار اشكرا جزيلا من دبي